المهم مو لانضمام فقط المهم كيف نستفيد من البريفيلجز اللي يمنحها ان هذا التجمع الاقتصادي العالمي يعني انت دول مثل الامارات تصدر وتستورد مع العالم كله مصر عدها صادرات واستيرادات مع العالم كله وعدها استثمارات خارجية مثل ما الامارات عدها استثمارات خارجية المهم البلدان تختلف في مراحل النمو لكن كل واحد اذا استطاع ان ينضج ويهيئ ملف الانضمام المرفق بمشروعات ومقترحات فعالة للعراق